اشتركوا في القناة في برنامج الكوثر عبر شاشتكم في قبول الطلبة في الجامعة الأردنية نحكي عن أنواع القبول في الجامعة الأردنية وكيفية القبول وكيفية التعاملكم مع الطلبة طبعاً إحنا هلأ أول إشي بصب على جميع المشاهدين العزة طبعاً إحنا بالجامعة الأردنية الآن أو بكل الجامعات الأردنية فترة قبول بعد ما انتهت النتائج الشتوية طبعاً هلأ إحنا فترة القبول بالشتوي ما بتكون مقتصرة على طلاب الشتوي في الجامعة الأردنية بالنسبة للبرنامج الموازي والدولي بتكون لجميع الطلبة اللي يخلص توجيهه بالسنوات السابقة وبالسنة الحالية بالجامعة الأردنية فيه ثلاث أنواع للقبول بالنسبة لدرجة البكالوريوس في عنا القبول التنافسي اللي هو القبول العادي بالزرع القبول الموحد في عنا القبول الموازي وفي عنا القبول الدولي خلينا نحكي عن القبولات الداخلية اللي بتصير بالجامعة الأردنية اللي هي الموازي والدولي البرنامج الموازي هو برنامج قبول موجه للطلب الأردنيين الذين يحملون الرقم وطني الطالب فقط الأردني هو الطالب الذي يمكن أن يدخل على هذا البرنامج ويمكن أن يدرس فيه هناك برنامج الآخر البرنامج الدولي حقيقة سعره هو موجه للطلبة العرب والأجانب طبعا هو يكون ضعف في سعر الموازن بالدولار يكون له أسعار خاصة بالدولار يعني نحكي عن سبيل مثال ساعة الطب تكلفتها 500 دولار دولار ساعة الهندسة 62 دولار يعني بتختلف يعني من نحكي الطب بالتناء بالموازن 150 دينار ونحكي عن الدولة ب500 دولار هلا إحنا طبعا القبول مو حد يجينا جاهز اللي هو البرنامج التنافذي بظل عندك القبول الموازن والدولة طبعا تقديم مباشر بالجامعة الأردنية طبعا كانت في الصنوات السابقة طول عمرها التقديم يعدوي الحمد لله توفيق من رب العالمين المرة يطلعنا فيه أولاين على الويب سايت صار تقديم نفس القبول الموحد يعني الطالب يشتري بطاقة من البريد وبعبيها عن طريق البرنامج الإلكتروني ما بيحتاج الطالب أي مراجعة للجامعة أستاذ الآن خلنحكي شوي على الموازن لأنه فيه أعداد كبير من الطلبة ومعدلاتها بجزء ما بتكفي أنه تنافس على التخصصات فبتضطر أنه بتمشي في موضوع الموازن بالنسبة لأمور الموازن كيف تم قبول برنامج الموازن عندكم في الجامعة الأردنية؟ طبعا زي ما حكيت أنا بالبداية أن البرنامج الموازن فقط موجه للطلبة الأردنيين يعني الطالب غير الأردنية لا يجوز قبول فيه أو الطالب الغير أردنية بس أمه أردنية طبعا يحق له دخول البرنامج الموازن البرنامج الموازن أسعاره بالنسبة للجامعات الأخرى هو أرخص من بعض الأسعار في الجامعات الأخرى التنافسية يعني لدينا الأسعار كثير رخيصة في الجامعة الأردنية مع أنها من الجامعات وهي اللي بتتوسط في المملكة والكل بيدوا الجامعة أردنية بس برضو كمان الأسعار عندنا كتير رخيصة فإحنا عادة لما يقدموا الطلاب بالطلبات بتم التنافس عن طريق شهالة الطالب يعني هلا كلهم أردنيين لأن بصير التنافس الداخلي على شهالة الطالب يعني الطالب اللي يحمل شهادة أردنية بترتبوه حسب المعدلات الطالب اللي بيحمل شهادة سعودية بيأخذوا كوتا القطرية بيأخذوا كوتا طبعا الكوتا بتنحسب مش حسب أهواءنا المقاعد الثانوية القطرية لها أربع مقاعد لا حسب العدد المتقدمين من العدد الكلي يعني نسبة وتناسب إن شاء الله ما فيها ظلم طب طموحاتكم الآن للفترة القادمة بالنسبة لموضوع الخدمات والله إحنا في الجامعة الأذنية بلشنا من سنتين طبعا كانت الأمور يعني ما يقارب الثمانين بالمئة منها يدوية كان فقط عندنا التسجيل هو الله الآن إحنا كانت الخطة الاستراتيجية عندنا لسنة 2015 إن يكون كل شيء عندنا مؤتمة ومبرمج طبعا الحمد لله رب العالمي وتوفيق من رب العالمي ودعم طبعا من الأستاذ الدكتور خليفة تراونة ومن المسجد العام دكتور عمد صلاة ومساعدة زملائي بشعبة الخلماء التفنية موجلهم تحية أنس ومأمون وكمان زملائي بمركز الحاسوب استطعنا إنه الخطة الاستراتيجية بال2015 إنه نكون بال2015 لمرحلة معينة وكنا واسنين هلو وصلنا لها وخلصناه وبلشنا بمرحلة أخرى إن شاء الله بنهاية 2014 الآن الطالب اللي بيدخل الجامعة الأوردنية أو بتخرج منها ما إن شاء الله رب العالمين ما بيزور التسجيل إلا لما ينقبل لما يتخرج لما ينقبل يقدم أوراقه ولما يتخرج يستلم أوراقه طيب من ناحية الإلكترونية الآن فيه حلو تسجيلات أكيد إنه راح تيعطو فترة أطول أو راح تكون الفترة أقصر بالنسبة للقبول وتسجيل والله يشوف إحنا يعني عالة كانت الأمور زحمة عندنا يعني الطالب يجي أول يوم ثاني يوم ثلاث يوم لما يستطيع يقدم طلب لما يروح يدخل ويستفسر ويعبط طلب ويرعى المالية ويدفع كلها عبارة عن دور كانت هلا ما فيه هلا كل مكاتب البريد في الأوردن متبيع بتاقات نعم الموقع الإلكتروني موجود كنا عالة يعني نفتح الفترة أسبوعين هلا بطلنا نفتحها أسبوعين سنفتحها أسبوع لأنه الأمور متاحة الطالب معاة 8 أيام خلال الفترة هاي أنه يستطيع أنه يعبل الطلب ومش محتاجه كمان إحنا بالجامعة الأوردنية حبينا الفصل هذا كمان يعني أنه نكرم طلابنا فالحمد لله رب العالمين نقبلنا أعداد كويسة معدلات كويسة وكمان عنا كمان شواغر في البرنامج الموازي ويقارب الألف شاغر إحنا علننا عنهم تخصصات يعني كويسة بداية يوم الطلاب وإن شاء الله رب العالمين ربنا يوفقنا في المستقبل كمان طيب نحضر الاتصال معنا الأخبار تصمّلوا نعم يسعى الصباحة 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 الخير إلك ولضيفك العجيز صباحة صباحة لحد الآن نحكي بكل شفافية بكل حلاوة بكل أمور سيابية إن شاء الله تكون كل أمورنا بالدولة على هذا الأساس إن شاء الله بدي أسأل أستاذي الحبيب سؤال طبعا هي الجامعة الأردنية دائما معروفين إحنا كشعب أردني نعتبرها جامعة النخبة طبعا و70% من أبناء الشعب اللي بوضعنا ما بستطيعوا يدخل أبنهم أنا سكان عمان درت بنتي في مؤتب الكرك لأني ما استطعت أني أجد لها أي شاغر بالجامعة الأردنية الآن بس عندي بتسوال حتى أدخل مباشرة في الموضوع كم في نسبة لعلو والمرحبة وفلان والديوان وكذا وإلى آخره موجودة هاي بالجامعة وتبقى لهاي الحالات بالجامعة الأردنية وشكرا نجيلا نجاوب عليه نعم أخي الكريم أنا بحب أحكي لك أول إشي بموضوع خلينا نبلش نقطة نقطة من اللي حكيت هذا موضوع الديوان الآن جللك سيدنا أمر قبل سنتين بعدم قبول أي طالب استثنائيا على مقاعد الديوان الآن فقط الديوان زيه زي التعليم العالي بيعطيه منح دراسية والله بالتنافس فقط وأنا طبعا أبراقي موجودة وإذا بدك تفضل عندي على المكتب أشوف الآن الخطبة التانية قالوا مرحبا البرنامج الموازي عندي اطلع على الويبسايت طبيع الجامعة الأردنية البرنامج الموازي يعلن بالاسم والمعدل يعني ما في طالب قبلنا بالجامعة الأردنية إلا أعلن اسمه معدله على القبول لأن اطلع الدفع اللي منطلها احنا وقارن المعدلات حتى في ناس بيبحثوا بديميشوفوا اللي أعلنها هي صحيحة ولا لا بروحي بحث بالتربية والتعليم بوجده أنا صحيحة وأنا بحق يعني أي واحد يجي يتفضل عندي على المكتب وتفضل على الجامعة الأردنية وعلى القبول والتجزيل وبنفتح لك الأوراق وبنفرجيك الأشياء إن شاء الله رب العالمين أنا يعني دائما بحلف يمين مهما كان الظرف مهما كان ما في لا ظرف إنساني ولا أي ظرف كلنا سواسي أمام القانون كلنا أردنيين والقبول بإذن الله رب العالمين بصحيح مية بالمية وشفاف مية بالمية واللي عنده أي اسم دائما بيجي بيسألوني بالمكتب طب فلان قبلتوا طبعا فلان بيكون مش مقبول يعني بيجي قدام الناس بيحكي لنا أنا أنا قابلت وكذا بيجي بتفاجأوا بحكي لهم أنا والله مسؤول عن كلامي تفضلوا عننا على الجامعة الأردنية وبيجوا في ناس كثير بيجوا بفتح لهم القوام بفتح لهم للسيستم بفتح لهم كل شي بيجدوا أنه الحكي مستحيح والله على ما قول شهيد يعني هو شوف التساؤلات هي الناس بيسأل بجوز على أمور قديمة ممكن صارت بعض الأمور بعض المشاكل ما بغني أنه ما يكفي عندنا مشاكل طبعا في الأمور التعليمية أو بالنسبة للتعليم العالي لكن الحل في الموضوع أنه في تدارك مثل هذه المشاكل الآن وجود موقع الووبسايت مثلا بيساعد كثير بالنسبة لأمور القبول والتسجيل للطلبة الأردنيين ونحن نحن في الجامعة الأردنية يعني جامعة كل الأردنيين نحن 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 هي من الجامعات الخاصة مثلا اللي ممكن تستقطع الجهة معينة أو فئة معينة الآن هي مفتوحة لكل أردنيين وحتى أخواننا العرب موجودين فيها فبعرف أن أحمالكم كبيرة وأرعينكم وإن شاء الله الأمام دائمة وتقدموا الشئ الكثير لخدمة وطننا وخدمة الطالب اللي هو يعني بنات المستقبل وهم الحاضر وإيضا المستقبل لوطننا الغالي رسالة أخيرة بتوجيها لكل أشخاص اللي بتابعونا الآن عبر الشرسنا أنا الآن بوجه رسالة أخيرا نوجه رسالة مرحلية ورسالة مستقبلية الرسالة المرحلية أنا بحكي طلاب اللي اللي بدون ينقبلوا في البرنامج الموازي اللي لم يحارفهم ومن قدموا أو يختاروا تخصص يعني يساوي معدلهم الآن على ويبسايت الجامعة الأردنية احنا على ومن قبل وحدة القول وتسجيل أعلنا شواغر بتخصصات ما يقارب الواحد عشرين تخصص وأسعارها كثير بمثل الأول يد اللي بده يتفضل عنه يوم الأحد هلو سهل ويجي ينقبل الآن الرسالة المستقبلية لما الطالب يخلص الثانوية العامة ويقدم طلب قبول للقبول الموحد لأن ما يطلع بالعالي انت عارف معدلك وعارف إمكانيتك المادية دائما نخلي عندك أولويات الأولوية يعني على وزف ودي يعني يعبيها الأولوية بتحط أولوية للجامعة أولوية للميزانية البجت اللي عندك أولوية للتخصص اللي انت حابه دائما نحط الأولويات بحيث انه لو طلعوا لتخصص من التخصصات اللي انت اخترتها ما تحكي هذا على سوء اختيار برضو كمان إذا عندك انت 30 اختيار تختارهم اختار التلاتين أخي مش مشكلة مش هالمشكلة يعني ما راح يأخذ منك واقصة وبعدين الكترونية الشغلة يعني ما تحكي بالأخير تختار لي أربعة تخصصات ويكون انت طالع بالعالي ما يطلع لك تدور على سوء اختيار الآن أنا يعني هاي الرسالة اللي بوجهها للجميع وبتمنى أنا من جميع طلاب الجامعة الأردنية انهم يعني برضو كمان ينتبهوا للدراسة حتى الطلاب الجدد يعني يكونوا حذرين بالتعاون مع الطلاب الآخرين وبعدين عن التجمعات والشغلات زي هاي ينتبهوا لدرستهم الأكاديم طلب الموجودين اللي بصحلوا مقعد في الجامعة الأردنية يثبت فيه ويثبت جدارته لأنه فيه أشخاص آلاف الطلاب خارج الجامعة بتمنوا مثل هذا المقعد وبتمنوا يكونوا موجودين مكان هذا الطالب اللي بنتمنى طبعا دائما الأمن والأمان لجامعة الأردنية والخير والنجاح المتقدم وتحياتنا كمان لرئيس الجامعة دكتور خليفة طرونة اللي بوجهه طبعا تحية صباحية هو من أصدقائي طبعا على الفيسبوك بشوف دائما نشاطاتكم على طريقه نشيط طبعا آه ما شاء الله عليه فبنوجه له أيضا تحية لدكتور خليفة طرونة وإن شاء الله نلتقي فيه كمان في برنامج صباح خير يا وطن نتحدث معاه في مواضيع بتخص الجامعة الأردنية وأيضا كل الشباب الأردني أستاذ محمد مصطفى ريس شعبة الخدمات الفنية والمعلوماتية في الجامعة الأردنية بشكر كثير على تخصك اليوم معنا الله يسلم شكرا شكرا أعزائي المشاهدين بدنا نطلع مع فاصل حمزي كل الناس قاعدين بطلبوني أغنية وطنية تقدر أعطيك شوي هيك دقيقة طيب طبعا أنا بشكر كل أشخاص